منكم رسائل ان انتوا بتسألوا في المسألة الاخيرة اللي احنا حلناها في الحلقة اللي فاتت وعايزين تعدوها تاني لان في جزئية مش مفهومة فيها وكانت مش مظبوطة معاكم الحلقة اللي فاتت طبعا دي سعادة بالنسبة لي ان في ناس متابعة وفي ناس بتذاكر وفي ناس بتحل معانا وبتسأل على اللي هي مش عارفاة وانا بشكركم على التعاون والمتابعة معانا نبدأ بالمسألة اللي احنا كلنا كنا بنسأل فيها وهي بتقول اخذت البيانات الاتية عند تهزيب الحشائش في احدى الحدائق بواسطة آلة تهزيب الحشائش وكانت القوة اللي تؤثر بيها العامل على يد الآلة مقدرها 100 جزر 3 نيوتن 100 جزر 3 نيوتن والسيتا زوية ميل يد العامل على الارض كانت 30 درجة دي الجزئية اللي منخبطانا شوية ان العامل نفسه ايده ميلة يعني الآلة اللي بيستخدمها ميلة على الارض بزوية 30 درجة زي هزي المستوى ما كان بيميل في قوانين نيوتن المقاومة بتاعت النتجة على الاحتكاك وخلافه كل المقاومات بتاعت اللي بتأثر على الجسم مقدرها 15 نيوتن الشغل بتاع المبزول بيسوي 8 من 10 كيلو جول احسب المسافة التي تتحرك هو هنا عايز المسافة انا بالبلد كده خالص انا بقول ان الشغل عبارة عن قوة في مسافة طب عندي شغلين شغل مبزول بوسط قوة العامل او القوة الاساسية ليد العامل يبقى القوة الاساسية او الشغل الاساسي اللي هو الWF بتاعي بيسوي القوة في المسافة اللي هيتحركها العامل او الالة اللي هيمسكها العامل ويمشي بيه عندي الشغل التاني اللي هو شغل المقاومة المقاومة في المسافة يبقى من هنا اقدر اجيب المسافة ان انا اقدر احسب يا اما الشغل بوسطة المقاومة يا إما الشغل بوسطة القوة وعوض بيه في المسألة وعندي F موجودة أقدر أجيب ال S ومن هنا أستنتج المسافة لتحركتها الآلة أو العامل بتاع طيب قلنا عشان ما تلخبطش دايما أنا برسم المسألة الأول طيب أنا هرسم المسألة إزاي هو بقول لي قوة ميلة بزاوية 30 طيب ما أجيب الرسمة بتاعتي أهي وأعمل قدي الجسم بتاعي خالصة قدي المستوى بتاعي اللي هو الأرض بتاعتي اللي أنا وقف عليها وتخيل إن دي الآلة اللي العامل بيأثر عليها بقوة 30 شوف كده القوة 30 دي الجزئية اللي من لخبطانا كلين القوة بتأثر في الاتجاه ده يبقى الجسم هيمشي كده يبقى المقاومة فين عكس اتجاه القوة عكس اتجاه الحركة بتاعي قدي المقاومة بتاعتي لا أكتر ولا أهل طيب هنا سيتا كام 30 لو أنا خدت القوة دي على امتدادها كده عشان تبقى يعرف كده هتتحلل المركبتين عموداتتين وحدة في اتجاه المستوى والتانية الأسفل عشان كده أنا مخدتهاش لإن أنا مش محتاجها فحل المسألة أنا مش محتاج غير القوة الأفقية دي اللي مع الأرض الاتنين عكس بعض ما نيجي نشوف بعينات المسألة بتهلي كده الرسمة بانت عن المرة اللي فات إن أنا قوة الضغط بتاعتي اللي أنا ضغط بها العامل هو على الآلة بتضغط على الجسم بزاوية 30 يبقى أنا لو عملت امتداد للقوة كده هياكن القوة لتحت كده القوة الميلة دي هتنفع أستخدمها في حال المسألة برافو عليه طبعا كل بيرد بيقول لي لا يبقى لازم أعمل إيه؟ أحللها المركبتين وعمدتين واحدة هتبقى في اتجاه المستوى اللي هي قريبة من الزاوية سيتا تبقى F كوزين سيتا والبعيدة اللي هتبقى عمودية واتجاه الأسفل F سين سيتا وضحت كده بالتالي كده أسهل من المرة اللي فات والقار بتاعتي هتبقى عكس اتجاه حركة الجسم مش عكس اتجاه القوة لا الجسم القوة شدته اليام مادي باتحرك في اتجاه القوة هو يبقى المقاومة بتاعتي عكس اتجاه الحركة بتاعت الجسم يبقى الشغل بتاعي او القوة بتاعت اللي موجودة عندي عبارة عن حاصل طرح F كوزين سيتا ناقص الر دي القوة بتاعتي في المسافة اللي هتحركها الجسم هيديني مقدار الشغل زي ما احنا متعودين من اول حصة اشتغلناه ان الشغل عبارة عن ان اذا اثرت قوة مقدارها F على جسم فحركته مسافة واحد متر او مسافة S في اتجاه خط عملها فان الشغل يساوي حاصل ضرب F في ال S يعني حاصل ضرب القوة في المسافة يبقى انا ببرمج المسألة او بحل التلاصم اللي فيها زي ما انا متعود كده واعود اطلع قوانيني بالراحة عشان احل المسألة طيب هنا يبقى ال F بتاعتي اللي هم الدهالي اهيه لوحدها بتساوي 100 جزر 3 نيوتر سيتا 30 درجة ال R بتساوي 15 نيوتر هو مديني المعطيات دي في المسألة الشغل بساوي 8 واحد من 10 كيلو جول او بساوي 8100 جول انا هضرب في 1000 عشان احول الجول عايز المسافة اللي هيتحركها القالة او اللي هيتحركها العامل ما عشان القالة تتحرك يبقى العامل اللي هيتحرك يبقى هنا المسافة دي هتطلع بكام طب القانون الطبيعي بتاعي انا بقولي ان ال W بتساوي F كوزين سيتا ناقص ال R دي عبارة عن ال F القوة بتاعت اللي عندي حاصل طرح الاثنين من بعض طب شمعنا طرحة ال R من F كوزين سيتا لان الجسم تحرك في اتجاه ال F كوزين سيتا لو الجسم كان بتحرك اليمادي في اتجاه ال R هتبقى القوة عبارة عن ال R ناقص ال F كوزين سيتا دي لازم اخد بالي منها كويس قوي ان المقاومة دايما عكس اتجاه حركة الجسم طب بعوض في المسألة بتاعتي بشيل الشغل وحط ما كانه 8100 بتساوي ال F اللي هي 100 جزر 3 في كوزين سيتا قلنا عبارة عن كوزين الزاوية 30 يعني جزر 3 على 2 ناقص ال R اللي هي الخمستاشر في ال S اللي هي المسافة طيب اكمل بيانات المسألة بتاعتي هشيل كوزين 30 وحطيت مكانها جزر 3 على 2 يبقى ال 8100 في المية جزر 3 في جزر 3 على 2 ناقص ال 15 في ال S هنا 100 جزر 3 في جزر 3 على 2 هتطلع ب 150 ناقص ال 15 في ال S اما اطرح دول 2 من بعض هتبقى ال 8100 بتساوي 135 في ال S طيب ال S هجيبها ازاي هقسم ال 8100 على ال 135 تطلع على ال 60 متر وكده نكون حلينا المسألة في مسألة تانية بفكرة تانية بمستوى مائل يعني المستوى نفسه مائل بزاوية مش القوة اللي مائلها ده المستوى اللي هيميل بزاوية هيقول لي منحنة سواء الجسم هيصعد المنحنة او هيهبط من المنحنة يبقى ابدأ اشوف هو هيقول ايه في المسألة واشتغل عليها طيب المسألة التانية بقول لي سيارة كتلتها 2 طن السيارة كتلتها 2 طن يبقى مطلوب ان انا حول لتنين طن دول للكيلو جرام يبقى هضرب لتنين في 1000 عشان احولها من طن لكيلو جرام يبقى كتلة السيارة 2000 كيلو جرام طيب تصعد منحضرا ميله 1 على 20 تطلع مستوى مائل مائل بزاوية مقدارها 1 على 20 1 على 20 اوتوماتيك كده يبقى ده جيب الزاوية لان جيب الزاوية عبارة عن المقابل على الوطر المقابل اللي هو الواحد والوطر اللي هو العشرين والكلام ده مضبوط دي صين الزاوية بسرعة منتظمة يعني بسرعة منتظمة يعني القوة اللي بتأثر عندي بتساوي المقاومة اللي بتقاوم حركة الجسم يبقى القوة اللي بتقاوم الحركة نفسيها يبقى الاثنين بيساوي بعض طالما السرعة منتظمة السرعة سابتة مشى بمعادة معدل سابت ومش بتتغير لا بتزيد ولا بتقل بزلت آلتها شغلا قدره 752 640 جول يبقى هنا الشغل اللي اتعامل بالآلة او الشغل اللي انا استفدت منه ده الشغل المستفاد مقداره 752 640 جول لانه بزلتها آلتها شغلا قدره خلال الحركة على هذا المنحدة فاذا كان الشغل المبزول ضد المقاومة شوف الشغل اللي ضايع نتيجة للمقاومة بتاعتي الشغل المبزول ضد المقاومة يساوي خمسمية واحد ألف سبعمية وستين ألف جول فاحسب المقاومة لكل طن بالنيوتر هنا المسألة بتاعتي انا هجيب المقاومة الكلية المقاومة الكلية للسيارة هتطلع كام واقسمها على اتنين عشان تبدأ تديني مقدار المقاومة لكل طن نشوف الحل قادي المستوى بتاعي ميل بزاوية سيت طيب هنا الاف بتشد السيارة بتاعتي او بتأثر على السيارة بتخليها تصعد المنحدر لأعلى يبقى اتجاه حركة السيارة الأعلى يبقى اتجاه المقاومة الفين لأسفل يبقى المقاومة اتجاهها الأسفل عكس اتجاه حركة السيارة اوة تحط في دماغك ان المقاومة عكس القوة لا دايما المقاومة عكس اتجاه الحركة ممكن القوة بتصعد بتشد الفوق كده لكن الجسم بتحرك لتاحت قوة ضعيفة مش قادرة تشد العربية ترفحها لفوق فالعربية خدت القوة ونزلت بها لتاحت وارد جدا يبقى المقاومة هتبقى فين في نفس اتجاه القوة ليه لان اتجاه الحركة الأسفل يبقى دايما راعي ان المقاومة دايما عكس اتجاه حركة السيارة مش في اتجاه القوة او عكس اتجاه القوة لا عكس اتجاه حركة السيارة او عكس اتجاه حركة الجسم عموما قوة المقاومة عكس اتجاه حركة الجسم عندنا نركز عليها تاني مرة واثنين وثلاثة لان في طلبة ساعات او في زملالينة ساعات بيغلطوا ويعمل المقاومة عكسي اتجاه القوة مع ان الجسم ساعات بيتحرك عكسي اتجاه القوة يبقى ازاي المقاومة عكسي الاتجاه لا يبقى المقاومة دايما عكسي اتجاه الحركة اشوف الجسم يتحرك يا امت فين والمقاومة عكسه هنا بقول لي ان الكتلة بتاعت السيارة اتنين طن سين سيتا اللي هو ميل المستوى واحد على عشرين سين سيتا واحد على عشرين الشغل المستفاد بواسطة آلة السيارة أو بواسطة القوة نفسيها بواسطة العربية نفسيها مقداره 752 640 جول الشغل المبزول بواسطة المقاومة 501 760 جول عايز الار لكل طن المقاومة لكل طن من وزن العربية ك طبعا هنا هتطلع بالنيوتي المعادلة بتاعت اللي انا عملتها دلوقتي من رسمة بتقول لي والله ان الاف بتساوي الار زائد الام جي سين سيتا طبيعي الاف في اليمدى هالواحدة ودول في اتجاه واحد مجموعة دول هيساوي دي ليه لان السرعة منتظمة يبقى ممكن اقول له كده بما ان السرعة منتظمة اذا اف بتساوي الار زائد الام جي سيتا وابدأ احل مسألتي طيب لما عوض في المسألة الاف بتساوي الار زائد الام جي سين سيتا هضرب في المسافة ليه يا اولاد ليه يا حبيبي لان الشغل بساوي قوة في مسافة فكر كده انا عايز احسب المسافة طيب ما هم يديني القوة وهم يديني قوة المقاومة وهم يديني شغل القوة وهم يديني شغل المقاومة يبقى لنا قصنا ان احسب المسافة بقى على طول بقوله والله الشغل بساوي القوة في المسافة عشان اقدر احسب المسافة وهي دي اللي المجولة الوحيدة اللي عندي اللي هو عايزها فبقوله والله الاف في الاس بتساوي الار في الاس زائد الام جي سين سيتا في الاس يبقى لازم اضرب جميع اطراف المعادلة في الاس عشان ما غيرش حاجة من المعادلة نفس القيمة واحد ضربت هنا في خمسة لازم اضرب هنا في خمسة لازم اضرب هنا في خمسة بقى كلها حدود المعادلة كلها اضربت طيب الشغل بوسطة القوة اهي دابل و اف اللي هو بساوي الاف في الاس هو مدهولي بكم في المسألة مدهولي بسبعمية اتنين وخمسين ستمية واربعين الف جول طيب الشغل المبزول بوسطة المقاومة اللي هو بساوي الار في الاس بساوي كام خمسمية وواحد سبعمية وستين جول يبقى خمسمية وواحد سبعمية وستين الف جول ادي الشغل بتاعي يبقى هنا الشغل هو مدهولة هو وعند القوة وعند المقاومة اقدر احسبهم يبقى اللي ناقصني ان انا اجيب الايه الاس بتاعت عشان كده اضربت المعادلة بتاعتي في الاس عشان اجيب المسافة دي كام طيب طيب بدأ تعوض والله الشغل بوسطة القوة عبارة عن سبعمية اتنين وخمسين ستمية واربعين الف بيساوي خمسمية وواحد سبعمية وستين زائد اتنين في الف في تسعة وتمانية من عشرة في واحد على عشرين في الاس قال لي يا مستر الارقام اللي انت عملت وقلت تعالوا نرجع للمعادلة تاني المعادلة بتاعتي بتقول ايه بتقول الاف في الاس بتساوي الار في الاس طبعا الاف في الاس ده اللي هو الشغل الموزول بوسطة الاف فهم ادي لك كيمته يبقى الام في جي في الصين سيتا في الاس ده اللي انا هبدأ احسبها من هنا ده اللي انا اوطي بها في القانون اهي يبقى ده الشغل الموزول بوسطة القوة الشغل الموزول بوسطة المقاومة زائد اتنين في الف اللي هو كتلة السيارة اتنين طن في الف حولتها للكيلو جرام في تسعة وتمانية من عشر عشان تتحول للنيوتن او في الجي اسف الكتلة في الجي دي الكتلة بتاعتها سبعة 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 سب ستمية اتن وخمسين. ستمية واربعين ناقص. خمسمية واحد. سبعمائة وستين. بتساوي تسعمية وتمانين في القص. حصل طرح الاتنين من بعض هيديني متين وخمسين و تمنمية وتمانين من الف. بتساوي تسعمية وتمانين في القص. طبعا كلنا شطار وانا سامع الكل بيقول يبقى المسافة بتساوي 250 880 من ألف على 89 يا مستر هيديني المسافة من هنا أقول لكم برافو عليكم أنتوا الكل كلكم ماشيين معايا مظبوطة يبقى الاس بتاعتها تطلع بـ 256 متر طب يا مستر ده هو مش عايز المسافة ده هو عايز المقاومة قال له مش احنا عندنا الشغل المبزول بواسطة المقاومة وجبنا المسافة اللي هتحركها السيارة كم يبقى أقدر أجيب الـ R بتاعت المقاومة كم لأن الشغل المبزول بواسطة المقاومة بسوي الـ R في الـ S اللي هي القوة بتاعتي في المساف هاي holو R بتاعتك أو الشغل بواسطة المقاومة بسوي المقاومة بتاعتى في المساف اللي هو من دهولي في المسألة معطى من دهولي في قلب المسألة 501 760 يو الكلام ده هيسوي إيه هيسوي الـ R في الاس اللي هي 256 من هنا الار هتطلع بكام 500 و 1 760 ألف على 256 هتسوي 1960 نيوتل يا مستر دا دي دي ايه المقاومة الكلية للتنين طن يبقى المقاومة للطن الواحد بتسوي كام أقسم 1960 على 2 هتطلع ل 980 نيوتل هنا قدرت حل المسألة وقدرت طلع المقاومة للطن الواحد من كتلة السيارة كام بحاجة بسيطة خالص ان هو مديني الشغل للقوة كام ومديني الشغل للمقاومة كام انا عارف ان الشغل بساوي القوة في مسافة عوضت عن الشغل هنا والشغل هنا وقدرت احسب المسافة طب هو عايز المقاومة جيت الشغل بتاع المقاومة بساوي قوة المقاومة اللي عندي في المسافة اللي بتتحرك لأصبحت المسافة معروفة بالنسبة لي والشغل بسطة المقاومة معروف بالنسبة لي مش نقص لغير المقاومة قدرت أجيب المقاومة أسمتها على كتلة السيارة لاتنين طن طلعت للمقاومة لكل طن واحد كه وكده حبابي تكون المسألة اللي انتو سألتوا عليها بتالي واضحت وأصبحت سهلة لأن انا ملاحظ ان انتو كنتوا شغالين معايا وبترددوا معايا الإجابات طب نكمل وناخد حاجة تانية ناخد مسألة تانية نشوف الفكرة بتاعته ايه ايه الخلاف بين ده وبين ده مثال تاني صندوق قتلته اتنين كيلو جرام عندي صندوق القتلة بتاعته اتنين كيلو جرام وضع على قمة مستوى خشن قمة مستوى خشن خشن دي احط تحتها خط كده يبقى في عندي معامل احتكاك او قوة احتكاك هتتولد بين الصندوق وبين المستوى لأن المستوى خشن مش ناعم املس مش هيبقى في احتكاك لا هيبقى في احتكاك متولد عندي يا اما هو هيديني بيانه في المسألة يا اما هيطلب مني انه نحسبه نكمل المسألة يميل المستوى ده يميل على الافق بزاوية تلاتين درجة وطوله تسعة وتمانية من عشرة متر طول المستوى تسعة وتمانية هم يدينوا طول المستوى ليه ما يمكن ان استغل طول المستوى ده في المسافة اللي اتحركها السندوق يبقى هنا اداني طول المستوى لازم هعوض بيه في حاجة اداني زاوية الميل تلاتين درجة يبقى هاستخدمها في حاجة ما فيش حاجة هيدالك في المسألة اللي ما يكون لها استخدام عندك في الحل فانزلق حتى وصل الى قاعدة المستوى السندوق ده ما فيش حاجة سبناه يقع بتأسير وزنه كتلة بتاعته المستوى بتاعه ميل كده السندوق محطوط في قمة المستوى سبته سبتي ايدي كده ما اصبحتش مسكو السندوق اصبح انزلق خد لحد قاعد المستوى يبقى المسافة اللي مشيها كام هي طول المستوى اللي هو تسعة وتمانية من عشرة متر طب نزل من اعلى المستوى لقاع المستوى ازاي بتأسير وزنه فقط لا غير ما فيش قوة بتأثر عليه طب ايه القوة اللي موجودة عندي قوة الاحتكاك بين السندوق والمستوى هو نازل بس يبقى هنا الى قاعدة المستوى والمطلوب حساب خلي بالك عايزي بقى الزمن الذي استغرقه السندوق حتى وصل الى قاعدة المستوى عايزي السندوق خد كم ثانية لما نزل من قمة المستوى لقاعدة المستوى علما بان العجلة الذي يتحرك بها تعادل اتنين ونص متر على الثانية تربية مدين العجلة يبقى استخدم قوانين الحركة فاكرنها قوانين الحركة في خط مستقيم استخدمها اتنين قيمة قوة الاحتكاك بين الصندوق والمستوى بوحدة النيوتي ده طالب قوة الاحتكاك اللي هتتولد نتيجة حركة الصندوق على المستوى عشان المستوى خشن زي ما قلنا عايز قوة الاحتكاك كان طب رقم ثلاثة مقدار الشغل الذي يفقد في الاحتكاك بوسطة الجول ادي مسألة بتلت مسائل لو جينا نفكر فيها اول حاجة هو عايز الزمن اللي هياخده الجسم عشان ينزل من قمة المستوى لقاعدة المستوى تاني حاجة عايز قوة الاحتكاك اللي هتتولد بين الجسم والمستوى اثناء انزل لكم من قمة المستوى لقاعدة المستوى تالت حاجة عايز الشغل المفقود في المقاومة او في الاحتكاك بوحدة الجول طب هو مديني في بيانات في المسألة اقدر اوصل منها للمطلوب اه بس هنمشي بترتيب نبدأ خطوة خطوة مع بعض كده الاول نرسم ونشوف المسألة رسمتها ايه ونكتب معادلاتنا ونبدأ نعوض باللي موجود عندنا ونستنتج ايه اللي مجهول مسألة مصصعبة مسألة طويلة اه لكن حلها سهل تعالوا نشوف مع بعض الحل شكله ايه انا رسمت الاول المستوى بتاعي المستوى مايل بزاوية سيتا مقدرها 30 درج على طول يبقى الجسم بتاعي او الصندوق الخشب بتاعي بينزلق لأسفل بتأثير ايه وزنه ام جي سين سيتا هو وزنه ام جي سين سيتا يا مستر قلت لك ايوه مش المستوى دلوقت مايل بزاوية سيتا الوزن بتاعي الاسفل اه هنا الزاوية دي 90 درجة لا يبقى ما ينفعش لازم احللها المركبتين متعمدتين المركبتين المتعمدتين منهم عمودية على المستوى والتانية موازية المستوى عشان يبقوا مركبتين متعمدتين الجسم ميل في الربع التالت او الوزن ميل في الربع التالت يبقى بحللها القوة الاسفل اللي هي الام جي كوزين سيتا والقوة التانية الموازية للمستوى ام جي سين سيتا طيب على طول طالما عملت الام جي كوزين سيتا الاسفل يبقى فيه رد فعل عمودي ان الفوق طب الجسم بتحرك لتحت شوف اتجاه الحركة فين لتحت يبقى قوة المقاومة الفين لفوق وعوض هنا عن الميو في الار معامل الاحتكاك ليه بقى عوض عن الميو في الار لاني مديلي زاوية ميل المستوى 30 درجة عشان هاقدر استخدم منها معامل الاحتكاك اما جيب معامل الاحتكاك هاضربه في قوة المقاومة قوة المقاومة اما جيبها هتسويها بالم جي سين سيتا يبقى انا قدرت اجيب الوزن اما جيب الوزن قدرت اجيب رد الفعل العمودي دي كلها بيانات في المسألة لازم افكر فيها وانا بارس هنا مكتب المعادلة بتاعتي معادلة بتاعتي عبارة جسمي بتحرك لأسفل في اتجاه الايه يبقى الام جي سين سيتا ناقص القوة التانية الميو في الار بتساوي الام في الايه يا مستر ده احنا دخلنا في قانون نيوتن التاني ويه الحركة ويه استخدمنا مش هو مدين العجلة ومدين الكتلة يبقى نازم استخدم قانون نيوتن التاني طيب نشوف بيانات المسألة نكملها كده مديني كتلة الجسم 2 كيلو جرام مديني زاوية ميل المستوى 30 درجة مديني المسافة اللي تحركها الجسم من اعلى نقطة في المستوى لقاعدة المستوى اللي هي طول المستوى 9 و 8 من 10 متر دي اللي كنا كنت بقولك عليها هو مديك طول المستوى ليه اكيد هيحسب منها المسافة اهي ال V اللي هي السرعة بتاعتي في بداية حركة الجسم بتسوي صف ال A العجل اللي بتحرك بها الجسم 2 ونص متر على الثانية تربيع T عايز الزمن عايز قوة الاحتكاك لميو في ال R عايز ال W في ال F اللي هو ال W المبزول بواسطة قوة الاحتكاك بيسوي كال تكتبنا المعادلة بتاعتنا من الرسمة ال M G سين سيتا ناقص الميو في ال R بتسوي ال M في ال W تعالوا نشوف ايه اللي موجود عندي في المسألة واقدر عوضيه طيب انا عندي قانون الحركة في خط مستقيم اللي بيقول لي ان المسافة بتساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نص العجلة في الزمن تربية كلنا حفظينه وفاكرين قلتلك الجسم بدأ في الانزلاق يبقى الجسم كان سرعته في البداية بتساوي صف يبقى هنا المسافة بتاعت اللي هو طول المنحنة 9 و 8 من 10 في السرعة الابتدائية بتاعت بصف في الزمن هتساوي صف يبقى ايا كانت القيمة هضربها في صفر هتطلع بتساوي صف زائد نص العجل اللي هو نص 2 ونص في التي تربيع يا مستر ده انا من هنا هجيب التي اه ما انت من هنا هتجيب الزمن اللي اتحرك به اللي خده الجسم قد ايه عشان ينزلق من قمة المستوى لقاعدة المستوى عشان كده قلتلك برتب افكاري وببدأ فكرة فكرة وحل المسألة خطوة خطوة مش هستكبر المسألة واغلق منها وخاف لا يبقى هنا 9 و 8 من 10 بتساوي 1 و 25 من 100 تي تربيع يبقى التي تربيع بتساوي كام 9 و 8 من 10 على ال 1 و 25 من 100 هتطلع 7 و 84 من 100 سكند تربيع اجيب الجزر التربيع ليها اقدر اجيب الزمن يبقى تي تطلع بتساوي 2 و 8 من 10 سكند يبقى الزمن اللي خده الجسم عشان ينزلق من قمة المستوى او من اعلى نقطة في المستوى لقاعدة المستوى كام 2 و 8 من 10 سنة انا اقل من 3 ثوان هو عايز بقى الميوف الار القانون اللي انا لسه مستنتجه من على الرسم الام جي ساين 30 بتساوي الميوف الار بتساوي الام في الاي يا مستر ده احنا كده حلنا مسألت لك وانت كده حلية المسألة تعال كده هنقل الميوف الار دي في الطرف تاني عشان تبقى بشارتها موجبه الميوف الار بتساوي وانقل دي في الطرف التاني يبقى اتنين الكتلة بتاعت اتنين في تسعة وثمانية من عشرة اللي هي الجي في ساين 30 بنص ناقص اتنين في الاثنين ونص اللي هي الكتلة في العجل اللي هم الدهالي طب انا استغلت دي ليه عشان اقدر اجيب الميوف الار اللي هي قوة الاحتكاك بتاعتي يبقى الميوف الار بتساوي تسعة وثمانية من عشرة ناقص الخمسة هتطلع اربعة وتسعة من عشرة نيوت قال يبقى قوة الاحتكاك طلعت بكام الميوف الار اقدر اجيب الشغل قال لا من اجيبت القوة وعند المسافة ما اقدرش اجيب الشغل لا اقدر اجيب الشغل من اهدر بالقوة في المسافة يديني ليه الشغل تعالوا كم الو وف بتاع بيسوي الميوف الار في الاس طب المسافة يا مستر اللي احنا هنعوض بيها ايه هي ما هو طول المستوى مش الجسم خد من قمة المستوى لقاعدة المستوى مش المسافة دي كلها اللي هو الطول بتاعي اللي هو من دهولي بتسعة وثمانية من عشرة اهي يبقى الاس بتاعت تسعة وثمانية من عشرة ولميوف الار لانا لسه حاسبها باربعة وتسعة من عشرة مضرب دين في بعض كده هيديني سبعة واربعين واربعة من مية جول صعب المسألة نعيدها تاني ها ايه رأيكم نعيدها تاني نعيدها تاني تزعلوش انا هرسم المسألة بتاعتي قلت كده المستوى المايل بتاعي بزاوية تلاتين درجة او السيتة بتاعتي الجسم بينزلق من اعلى لقاعدة المستوى يبقى بينزل من فوق لتحت تجاه الحركة بتاعتي من فوق لتحت اهو يبقى قوة المقاومة في العكس الفوق زي ما احنا متعودين دايما المقاومة لتحت عشان الجسم بتجذبه جوه الفوق لا ده الجسم دلوقتي هو اللي بتحرك لفين لا اسفل يبقى المقاومة بتاعت الاعلى طيب الام جي سين سيتا هتساوي ناقص اليوم في الار هتساوي الام في الاي ده اتجاه الحركة بتاعي او معادلة الحركة بتاعتي الان بتساوي الام جي كوزين سيتا طبعا انا عندي المعادلتين بس ماستخدم المعادلة اللي انا هستخدمها في الحل مفيش مشكلة ان انا نكتب المعادلتين لكن اللي انا هستخدمهم في الحل ايه هو اللي نبدأ به الاول عايز الزمن انا عندي في الزمن المسافة بتساوي السرعة الابتدائية في الت في في الت زائد نص اي تي تار بي طيب السرعة الابتدائية بقولك الجسم بتاعه عشان تقرأ المسألة بس كويس وضع على قمة مستوى خشن يميلة على الافق بزاوية كذا فانزلق انزلق زي بدأ من السكون او تحرك من السكون او بدأ من الصف يعني السرعة الابتدائية بتاعتي كانت صف عشان كده عوضت بيها في المسألة بصف البي بتاعت بصف السرعة الابتدائية او البي ضت زي ما كنا بنقول يبقى هنا الاس اللي هي تسعة وتمانية من عشرة بتساوي صفر في قيمة الزمن اي ان كانت صفر في اي شيء بصفر المقدار ده هيساوي صفر زائد نص اتنين ونص اللي هي العجلة في التي تربية تسعة وتمانية من عشرة بتساوي نص الاثنين ونص واحد وخمسة وعشرين من مية تي تربية تي تربية هتساوي ايه تسعة وتمانية من عشرة على الواحد وخمسة وعشرين من مية هتطلع بتساوي سبعة واربعة وتمانين من مية بس دي بالثانية المربعة طبعا انا عايز اتيه بس اجيب جزر التربيع للطرفين وهتطلع تيه بتساوي 2.8 من 10 ثانية انا قدرت اجيب الزمن اللي هيستغرقه الجسم في الهبوط من اعلى نقطة على المستوى لاسفل المستوى او لقاعدة المستوى من تحت طيب استغل الام جي سين 30 ناقص لميو في الار بتساوي الام في الاي عشان اقدر اجيب لميو في الار بتساوي كام او قوة الاحتكاك بتاعة الكلية بتساوي كام اعيه الام جي سين 30 ناقص لميو في الار بتساوي الام في الاي يبقى لميو في الار بتساوي الام جي سين 30 ناقص الام في الاي اعيه هعوض الام باثنين اتجيب تسعة وتمانية من عشرة سين تلاتين بنص ناقص الام باثنين في الاي اتنين ونص يبقى هنا لميو في القر بتساوي تسعة وتمانية من عشرة ناقص الخامسة تنف الاتنين ونصف خمسة بتساوي أربعة وتسعة من عشرة نيوتر. هدرت أجيب قوة الاحتكاء طالما جبت قوة الاحتكاء أضربها في المسافة تديني الشغل المتولد بوسطة قوة الاحتكاء أو الشغل المفقود بوسطة قوة الاحتكاء يبقى الدابل وقف بساوي أربعة وتسعة من عشرة في تسعة وتمانية من عشر اللي هي مقدار المسافة او اعتفتكت دي عجلة الجاذبية لا ده دي مقدار المسافة يساوي سبعة واربعين واربعة من مية جول مسألة كده خلصت معايا بالطلع مطالب بتوحها وما خدتش خمس دقايق بس كل اللي فيها ان انا رتبت الحل بتاعي وحليه ربطت قوانين الشغل بقوانين نيوتل خلي بالك من النقطة دي ربطت قوانين الشغل بقوانين الحركة في خط مستقيم لان ما فيش درس زي ما قلتلك مستقل لوحده او في قانون هستخدمه لوحده لا كل التطبيقات او كل العلوم الهندسية او كل التصميم عبارة عن مسائل متربطة ببعضيها ابواب مرتبطة ببعضيها دروس مرتبطة ببعضيها معلومة اللي اخدها في الدرس ده هحتاجها في الدرس التاني هحتاجها في اخر المنهج يبقى لازم تفضل المعلومة في دماغي وازاي استخدم القانون ووقتي استخدمه طيب نشوف مسألة تانية وفكرتها ايه جسمه كتلته 200 كيلو جرام مديني الكتلة 200 كيلو جرام يتحرك في خط مستقيم على مستوى افقي بعجلة منتظمة مقدرها 122.5 متر عالثانية تربية تحت تأثير قوة افقية قوة افقية رمزها اف يبقى قوة افقية رمزها اف يبقى مش مديني قيمتها يبقى هيطلبها مني كانت مقاومة المستوى 120 نيوتر عندما بدأ الحركة من السكون طالما الجسم بدأ من السكون يبقى السرعة الابتدائية بتساوي كام صفر برفع عليكم زي المسألة اللي فاتت بالزبط يبقى انزلخة بتساوي بدأ من السكون الاتنين بيساوي بعض السرعة الابتدائية تساوي صفر فاحسب الشغل المبزول خلال اتنين ثانية من بدء الحركة بوحدة الجول في الحالات الآتية داخل بقى نمرة ألف بوسطة القوة المحركة F عايز الشغل المبزول بوسطة القوة F يبقى لازم احسب F الأول واخسب الشغل المبزول ازاي هضرب ال F اللي انا جبتها في المسافة اللي اتحركها الجسم يبقى لازم احسب المسافة اللي اتحركها الجسم طيب ومديني العجل ومديني ايه تاني بدأ من السكون يبقى لازم في حاجة ومديني الزمن يبقى لازم استخدم الكلام ده كله عشان اقدر اجيب ايه اللي ناقص عندي به بواسطة المقاومة ار انا عندي المقاومة لو انا حسبت المسافة يبقى اضرب المقاومة في المسافة هجيب الشغل المفزول بواسطة المقاومة رقم جيم بواسطة القوة المحركة طيب رقم دان بواسطة وزن الجسم عايز نربح حالات دول ازاي بحسب الشغل المفزول خلال اتنين ثانية من بدء الحركة تعالوا نشوف بيانات المسألة والحل ازاي كتلة الجسم كام متين كيلو جرام طب العجلة مية اتنين وعشرين ونص سنتيمتر على الثانية تربية عايز القوة بالنيوتل الار بتساوي مية وعشرين نيوتل قوة مجهولة عندها الفي دوت او الفي الابتدائية بتاعتي بتساوي زيرو التي بتساوي اتنين ثانية عايز الو اف الشغل المفزول بواسطة القوة الو ار الشغل المفزول بواسطة المقاومة الدابليو دابليو الشغل المفزول بواسطة الوازن وعايز الشغل بواسطة القوة المحركة طيب انا عشان احسب شغل يبقى لازم عندي قوة وعندي مسافة هو الداني في المسألة السرعة الابتدائية بصفر من الجسم يبدأ الحركة من السكون الداني الزمن بتاعي اتنين ثانية الداني العجلة بتاعته 122.5 يبقى استخدم القانون اللي بقولي المسافة بتساوي في في زائد نص اي ت تربيع وعوض في المجهيل بالموعديات بتاعتي الص هتنزل زي ما هي لان انا عايز احسبها بتساوي الفي في طبعا الفي بصف مضروبة في اي قيمة زي ما قلنا هتساوي صف يبقى دي صف اوراحت خلاص هاي زائد نص الاي اللي هي 122.5 في الت تربيع اللي هي اتنين تربيع وهيطلع المسافة بتساوي 245 سنتي لو انا قسمتها عالمية هتديني اتنين وخمسة واربعين من مية متر يبقى الجسم هنا بما ان الجسم يتحرك بعجلة ايه منتظمة يبقى القوة المحركة ناقص الار المقاومة بتساوي الام في الايه قانون نيوتن التاني قوة المحركة ناقص المقوة المقاومة بتساوي الام في الايه تلك ركز في بيانات المسألة كويس اوي هو بقول اللي بتحرك بعجلة منتظمة ليه عشان استخدم قانون نيوتن التاني قانون نيوتن التاني لو بيقول لي ايه بيقول لي ان القوة ناقص قوة المقاومة يساوي الام كتلة الجسم في العجلة بتاعته اللي بتحرك بيه يبقى هنا الاف اللي مجهولة عندي ناقص المقاومة بتاعت اللي هي 120 بتسوي المتين اللي هو كتلة الجسد في العجلة اللي هي واحد ومتين خمسة وعشرين من ألف طيب ال-F بتسوي ناقص مية وعشرين بتسوي بتسوي 245 ما ضربت يديف دي داتني 245 يبقى ال-F بتسوي ايه 245 ناقص المية وعشرين هتطلع بتلتمية وسبعين نيوتين يبقى طلعت ال-F بتسوي ايه 245 قاسف زائد لما نقل دي في الطرف التاني هتبقى زائد 120 هتطلع بتلتمية وسبعين نيوتين يبقى الشغل بوسطة القوة عبارة عن ايه ال-F اللي أنا جبتها في المسافة طيب أنا لسه حسب المسافة بمتين اتنين وخمسة وربعين من مية والقوة أنا جبتها بتلتمية وسبعين أضربهم في بعض يدين 906 وخمسة وعشرين من مية جول يبقى ده الشغل بوسطة القوة طيب الشغل بوسطة المقاومة اللي هو ال-WR بتاعي بسوي المقاومة في المسافة طيب ال-WR بتسوي المقاومة بكام بمية وعشرين هم الده لايه في المسافة اللي أنا حسبها من قانون الحركة المسافة من قانون المسافة بتاعي طلع باتنين وخمسة واربعين من مية أضربهم في بعض هيطلعوا لي متين اربعة وتسعين جول الشغل المبزول بوسطة القوة خلي بالك بوسطة القوة يبقى لازم أطرح القوتين من بعض قوة الجسم نفسه اللي بتحرك بيها وقوة المقاومة ودينا ما رضيتش علق عليها في المسألة اللي هو المطلوب رقم 3 عشان تشوف الفرق بالاتنين ايه طرحت الاتنين من بعض 370 نقص 120 في ال 245 اتنين وخمسة واربعين من مية يبقى 245 في ال 2 وخمسة واربعين من يطلع للشغل بوسطة القوة اللي هو 65 من مية جول عيب الشغل المبزول بوسطة وزن الجسم أو شغل الجسم هو وزن الجسم ميسوي ايه المفي يبقى الشغل المبزول بوسطة وزن الجسم اللي هو الام في الجي طب ما أنا عند الام بمئتين وعند الجي بتسعة وتمانية من عشرة وعند المسافة كام ليه عوضت بالمسافة بزيرو حد يقول لي كده هو الجسم هيتحرك بتأثير وزنه لا يبقى الجسم سابت مش هيتحرك اللي إذا قوة أسرت عليه يبقى المسافة اللي هيتحركها الجسم بتأثير وزنه بتساوي كام صفر يبقى بضربها الكلام ده كله في صفر يبقى يديني الشغل المبزول بواسطة الوزن بتاع الجسم بتساوي زيرو طب نبص كده للمسألة ده المسألة بتحرك في خط مستقيم لو الوزن بتاعي لو المستوى بتاعي ده ميل بزاوية يبقى أنا أقدر أستخدم ميل الزاوية عشان أحسب المسافة اللي اتحرك يبقى من هنا أنا عوضت هنا عن المسافة بتساوي صفر ليه؟ لأن المستوى في مستوى أفقي يبقى ما فيش تأثير للوزن عندي الوزن مش حرك الجسم المسافة اللي اتحركها تحت تأثير الوزن بتساوي زيرو عشان كده الشغل طلع زيرو وكده حبيبي نكون خلصنا تطبيقات الشغل وقدرت استخدم قوانينه في مجالات الحياة بصورة متعددة زي ما انت شوف وقدرت استغل قوانين الشغل مع قوانين نيوتن التاني مع قوانين الحركة في خط مستقيم بحيث ان انا اوصل لحل المسألة ويا ريت نذاكر تاني ونعيد على المسائل تاني وأنا تحت أمركو لو عدتوا عايزين تعيدوا المسألة تاني أو تعيدوا حاجة تاني زي ما عدنا المسألة بتاعة الحلقة اللي فاتت مفيش مشكلة بس نستفسر ونفهم ونحل ونطبق ونركز عشان ما ننساش المعلومة وابدر أطبقها بالصورة الصحيحة في نهاية الحلقة ما قدرش أقول لكم غير اننا بتمنى لكم النجاح والتوفيق وربنا يعينكم وتقدروا تجيبوا كل واحد يقدر يجيب المجموع اللي هو بيدور عليه أو اللي هو عايزه عشان يكمل مشوار حياته المستقبلية اللي هو بيتمناه في نهاية الحلقة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله